بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات في الهندسة الفضائية لبكالوريا 2017 رقم 6 أنصح بيشعبات العلوم التجريبية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه تمرين رائح حيث قال في الفضاء المزود بمعلم متعامد ومتجانس O E G K يعني ثلاثي الأبعاد نعتبر النقط A ذات الحدثية 1 0 2 B 3 0 1 C 1 0 1 قال 1 أكتب معادلة لسطح الكرة S التي مركزها A وتشمل B يعني A B يصبح ونسخ خطرها ثانيا قال لتكن دالتا مجموعة النقط M X Y Z من الفضاء بحيث عندنا هذه جملة معادلة X زائد 2 Z ناقص 3 يساوي 0 و Y زائد Z ناقص 1 يساوي 0 قال بيّن أن دالتا مستقيم من الفضاء شعاع توجيهه ذو المركبات ناقص 2 ناقص 1 و 1 ثالثا قال أكتب معادلة ديكارتية للمستوي P الذي يشمل النقطة A ويعامد دالتا رابعا قال ألف قال عين إحداثيات النقطة التقاطع المستقيم دالتا و المستوي P با قال أحسب المسافة بين النقطة A والمستقيم دالتا ثم استنتج الوضع النسبي لسطح الكرة S والمستقيم دالتا خامسا قال T عدد حقيقي و G مرجح الجملة ذو C معاملها 1 و B معاملها السية T قال ألف بين أن BG شعاع BG يسئلنا 1 على 1 زايد أسية T في B C با قال شكل جدول تغيرات الدالة F المعرفة على R ب F ل T يسئلنا 1 على 1 زايد أسية T جيم قال استنتج مجموعة النقطة G عندما يتغير T في R إذن لننطلق على بركة الله في الشرحة المفصلة إذن ننطلق في الإجابة أبنا حيث قال قنا في الفضاء المزود في B معلم متعامد متجانس O E G K يعني ثلاث الأبعاد نعتبر قنا النقط A و B و C مذكرة مع إحداثيتها السؤال الأول قال أكتب معادلة يعني ديكارتية لسطح الكرة S التي مركزها A وتشمل ماذا تشمل ماذا تشمل نقطة أخرى اسمها B معناه هذا البعد من هنا إلى هنا ماذا يصبح يا أبناي؟ أليس هو نصف القطر؟ نعم إنه R إذن نقول نصف قطر من؟ قطر S هو البعد ماذا A B الذي يصبح ماذا R هكذا مجيسكي نصف القطر فمطالبون الآن أبنائي أولا نحسب الطول A B الطول A B معروف بهذه العلاقة متابع جيد إذن نكتب هكذا X ماذا X B ناقص X A مربع زائد Y B ناقص Y A مربع زائد زاد ل B ناقص زاد A الكل مربع لكن الكل تحت الجذر تصبح تساوينا ماذا؟ النهاية نقص بداية هذا ناقص هذا اللي هو 3 ناقص 1 الكل مربع لاحظوا نقطة نقطة إذن 3 ناقص 1 الكل مربع يعني هي 2 2 مربع هو 4 ثم عندنا هذا ناقص هذا اللي هو كم؟ صيفر ثم هذا ناقص هذا 1 ناقص 2 صبح لنا زائد الكل مربع كم؟ صبح لنا زائد 9 تصبح كم تساوي لنا؟ تساوينا الجذر 13 إذن الـ R هو جذر 13 تذكروا يا أبناء إذن سوف نكتب هنا جذر كم؟ جذر 13 الآن نأتي أبنائي إلى المعادلة الديكارتية قانون معادلتها تقول القاعدة هي X ناقص من هو؟ لاحظوا من هو؟ مركز وهو هو الأ إذن تصبح لنا X ناقص X A مربع مربع زائد Y ناقص Y A مربع زائد Z ناقص Z A الكل مربع يساوي لنا R مربع هنا نتابع جيدا أبناء تصبح لنا X ناقص إهداثيات A كم ناقص واحد مربع ثم ماذا؟ ثم زائد Y ناقص صفر مربع زائد 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 2 الكل مربع يساوي لنا جذر 13 مربع لهو كم لهو 13 يقول أحدكم يا أستاذ هل ننشرها لا لما تنشرها تصبح لنا مجموعة نقط وهو قال معادلة ديكارتية نتركه هذا هو القانون لمعادلة ديكارتية لسطح الكرة S فقط يا أبنائي نأتي بعدها إلى لتكن دالتا مجموعة النقط أعطيت لنا هنا جملة معادلات لاحظوا ها هي أمامكم ودقيقوا معي قال بين أن دالتا مستقيم من الفضاء شعاع توجيهه هو U ذو المركبات ناقص 2 وناقص 1 و1 أولا نكتب العنوان البرهان أن ماذا؟ أن دالتا مستقيم من الفضاء شعاع توجيهه كم أبنائي لهو U لاحظوا أولا علينا أن نبرز هل هذين المستويين لأن هذا عبر عن ماذا؟ هذا مستوي والآخر مستوي ونحن نعلم أن تقاطع مستويين ماذا يولد لنا؟ يولد لنا مستقيم لاحظوا أبنائي أولا إما هذا يمكن هذا هذا المستويين أن يكون كيف؟ أن يكون متوازيان إذا كان هذا متوازي مع الآخر لاحظوا هنا في الشكل سوف تفهمون كل شيء ها هو متوازي معه يمكن أن يكون هذا لاحظوا هذا الشعاع كيف هو هكذا أو يكون هكذا لكن أولا نثبت على أنه هل المستويين هذان متقاطعان وفق مستقيم يمكن أن يكون متوازيان إذا كان متقاطعان لمعنى يكون واحد هكذا عفوا يكون هكذا بهذا اللون الأزرق هكذا وتقاطعهم ماذا يولد؟ يولد لنا هذا المستقيم دلط إذن أولا سوف نأتي إلى آن واحد يعني شعاع النظم لهذا المستوي آن واحد ذو المركبات كم لهو واحد وصفر وماذا؟ واثنان آن اثنان لهو المستوي الثاني لهذه معادلة المستوي يعني يا أبناء لا تخطئوا في ذلك فهي صفر وكم وواحد وواحد نلاحظ هل هم مرتبطان يخطين إذا كانوا مرتبطان يخطين أصلا لا يتقاطعان وفق مستقيم بالرغم هو قال بين لكن لأحذركم من هذه الأشياء نلاحظ هل هم مرتبطان يخطين إذا جئنا هنا صفر وهنا واحد قلنا وهنا واحد لو قاسمنا هذا على هذا كم تعطي لنا؟ النتيجة اثنان على واحد كم؟ اثنان على واحد هي اثنان ونكتبها هنا ونكتبها هنا ونتابع هذا في هذا اثنان في واحد تصبح لنا اثنان واحد في اثنان تعطي لنا اثنان وهنا النتيجة كم؟ سفر فنقول ومنه لا يوجد ماذا؟ كوحيد لاحظوا هنا لما وجعلناه فرضناه أنه واحد لم نجده يحقق لنا المساوات إذن ومنه لا يوجد كوحيد أي ماذا؟ أي أنه آن واحد لا يساوي لنا كا في آن اثنان أي ماذا؟ أي ماذا؟ أي دالتة موجود بما أن هذا المستويان أصبح متقاطعان يعني غير متوازيا فتقاطع مستويان ماذا يولد لنا؟ يولد لنا مستقيم الآن كيف بما أنه قد وجدنا هذا الأمر كيف نثبت يا أبنائي أن ذلك هو شعاع توجيهه؟ هنا نلاحظ جيدا هنا في الشكل إذا قلنا هذا هو شعاع توجيه لهذا المستقيم فنحن نعلم أن بما أن الأول مستوي فإن له شعاع ناظم هكذا والآخر كذلك له شعاع ناظم هكذا لاحظوا جيدا يقول أحدكم يا أستاذ لماذا رصمتم متعمل؟ لا يهم هذا لو أكمل سيره هذا لو أكمل سيره هكذا دقيقوا كيف يصبح وضعيته؟ لأنه بما أنه شعاع كيف يشكل هنا؟ مع الأحمر يشكل زاوية قائمة وبما أنه شعاع كذلك هنا بما أنه شعاع كم يشكل لنا الزاوية قائمة معناها إذا حسبنا الجداء السلمي وهنا وجدناه صفر فنقول نعم وهنا كذلك يجب أن نجده كم نجده كذلك صفر يا أبنائي فنقول نعم لاحظوا جيدا وهنا كذلك يجب أن نجد صفر إذن فنقول يجب أن نحسب إي سلمي آن واحد يجب أن نجد صفر وإي سلمي آن إثنان يجب أن نجد صفر هكذا تقول تقاطع مستويان يولد لنا مستقيم حتى نثبت ذلك أن الشعاع التوجيه له يكون عموديا على كلا من الشعاع النظمين المستويين لاحظوا جيدا فصبح لنا ماذا فصبح لنا ناقص إثنان وناقص واحد وواحد سلمي آن واحد لهو واحد سفر إثنان انظروا هذا في هذا صبح كم ناقص إثنان وهذا زائد سفر وهذا زائد إثنان ويستوينا الصفر إذن الأمر الأول محقق نأتي كذلك إلى آن يقلنا سلمي ماذا سلمي آن إثنان يقلنا هو الناقص إثنان والناقص واحد والواحد سلمي الآن إثنان اللي هو صفر واحد واحد دقيق هذا في هذا يعطينا صفر والآخر ناقص واحد والآخر واحد تصبح لنا صفر إذن بما أن ماذا بما أن عطيت لنا هذا محقق والآخر محقق نقول بكل بساطة ومنه شعاع توجيه لمن لضالط فقط هكذا تقول القائد تتفهم هذه الأفكار إذن لما يعطينانا معادلات لمستوه ويقول معادلة لمستقيم ويقول أثبت أن هذا شعاع التوجيه يجب أن نجد الشعاع النظم المستوي الأول سلميا مع هذا صفر وسلميا مع الثاني صفر هذه احفظوها هذه الأفكار فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إذا السؤال آخر قال أكتب معادلة ديكارتية للمستوي P الذي يشمل النقطة A ويعامد دالتا إذن نكتب هنا معادلة ماذا معادلة P هنا أبنائي لاحظوا إذا قلنا ها هو مستوي P لأن الرسومات تساعدنا كثيرا لفهم الأجوبة لاحظوا إذا قلنا أنه ها هو مستقيم قال ماذا عمودي هكذا يعني يشكل هنا الزاوية قائمة هذا المستقيم اسمه دالتا هذا المستقيم اسمه دالتا وعندنا المستوي P يشمل نقطة هنا اسمها A لاحظوا جيدا تقول القاعدة بما أن هذا يصبح شعاع ماذا شعاع توجيه لمن هذا هو شعاع التوجيه للمستقيم دالتا تقول القاعدة إذا كان مستوي يعامد مستقيم فسوف يعطي بعضهم البعض الأشياء إذا احتاجه الأول يعطي له أو إذا احتاجه الثاني يعطي يعني بلغة الجزائر نسوبية إذن لاحظوا جيدا إذن فماذا نقول نقول هكذا أو نكتبها كجملة إذن نكتب هنا شعاع توجيه من دالتا أصبح شعاع ماذا أشبع شعاع ناظمي لمن لبي أي ماذا أي نقول آ آم سلمي يسأل لنا الصفر فقط احفظوا هذه الأفكار إذن هنا ماذا تصبح لنا تصبح لنا إكس ناقص إجراج ناقص وزاد ناقص ناقص إحداثية الآ ها هي أمكم لي واحد وصفر وناقص إثنان نصبح لنا زائد إثنان سلمي ها هي مركباته لهي الناقص إثنان والناقص واحد وماذا والواحد هكذا تسأل لنا الصفر هذا في هذا تصبح لنا ناقص إثنان إكس زائد إثنان ناقص إجراج زائد زاد عفوا قلت زائد زاد زائد إثنان يسأل لنا كم الصفر نرتب تصبح لنا ناقص إثنان إكس ناقص إجراج زائد زاد وعندنا هذا مع هذا زائد أربعة يسوي كم الصفر هذه هي معادلة المستوي P العمودي على المستقيم دالتا فقط يا أبنائي ناتي بعدها أبنائي إلى رابعا قال عين إحداثيات النقطة التقاطع المستقيم دالتا والمستوي P نحن قلنا بما أنهما متعامدان يعني المستوي والمستقيم كيف هما متعامدان معناه بينهما زاوية قائمة هكذا انظروا إذن عندنا هنا قلنات 90 درجة وهذا هو الدالتا وهذا هو المستوي P بما أنهما متعامدان فهما متقطعان هذه قاعدة إذن نقول أولا نكتب ماذا نكتب؟ نكتب إحداثيات نقطة تقاطع ماذا؟ تقاطع دالتا مع P نقول بما أن دالتا يعامد P فهما متقطعان في نقطة وحيدة لاحظوا بما أنهم متعامدان فهم متقطعان لاحظوا جيدا في نقطة وحيدة إذا سمينا هذه النقطة هي A ذات الإحداثية X0 و Y0 و Z0 سميتها هكذا فقط لأن المطلوب هو إيجاد X0 و Y0 و Z0 لكن هنا أبنائي نحتاج إلى هذه ماذا؟ ما رأيكم أبنائي لو نستخرج التمثيل الوسيطي لهذا المستقيم من المعادلات الدكارتية للمستقيم لاحظوا جيدا نأتي بهذه الجملة التي تحدثنا عليه ونستخرج تمثيل الوسيطي ثم بعدها نستخرج تقاطع مستقيم مع مستوي نقول هنا نضع T يسايننا كم؟ Z عفوا نضع قلت Z يسايننا T ركزوا هنا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي كي نتعلم معناه سوف نأتي نعوذ هنا بT ونعوذ هنا بT فتصبح لنا Y ماذا يصبح؟ Y يصبح يسايننا ناقص T زائد واحد مع T هو وسيط حقيقي ننقل هذا كذلك إلى الطرف الآخر فتصبح لنا X تسايننا كم؟ ناقص 2T زائد ثلاثة و Y كم يسايننا؟ يسايننا ناقص T زائد واحد و Z قد ثبتناه لهو T مع قلنا أن T وسيط حقيقي أو عدد حقيقي لا يوم هذا هو التمثيل الوسيطي لمن؟ لذلك المستقيم ضلطة ما هو شعاع التوجيه؟ هي القيم المضربة في الوسيط T كم هي؟ ناقص 2 و ناقص واحد و واحد أليس هي هذه؟ نعم إنا هي حتى أريكم أن الأمور ما زالت في الطريق السواب لاحظوا جيدا إذن نأتي بهذا و نبحث الآن عن تقاطع مستوي و مستقيم نأتي قلنا لاحظوا هنا فنقول إذا كانت H تنتمي إلى المستوي P فهي ماذا تعمل؟ فهي تحقق معادلة معادلة وهذه قاعدة هكذا نأتي بها و نعوذ في هذا الموضع هنا ب X0 Y0 Z0 ثم نأتي كذلك بالتمثيل الوسيطي قلنا إذا كانت كذلك H تنتمي إلى دلت أي ماذا يتحقق؟ أبناء يتحقق لنا هنا هكذا وهنا هكذا وهنا هكذا ما رأيكم أبناء لو نأتي بهذه القيمة نعوذها هنا وهذه القيمة نعوذها هنا وهذه القيمة نعوذها هنا لنتحصل على معادلة مجهولها هو ذلك T فماذا ينتج أبناء؟ تصبح لنا ناقص 2F ناقص 2T زائد 3 ثم ناقص ماذا؟ ناقص T زائد 1 زائد الزاد اللي هو زائد T زائد 4 يساوي السفر نحل هذه المعادلة ذات المجهول T فتصبح لنا 4T ناقص 6 لم أفعل شيئا حتى الآن زائد T ناقص 1 زائد T زائد 4 يساوي السفر عندنا T و T و 4T تصبح لنا 6T ثم عندنا ماذا؟ عندنا هذا مع هذا كم؟ لهو ناقص 7 مع زائد 4 تصبح لنا كم؟ ناقص كم 3 يساوي السفر تصبح لنا T تصبح لنا 3 3 على 6 إذن و منه T يصبح لنا بعد القسمة على 3 من هنا و 3 من هنا يصبح لنا نصف الآن بعدما وجدنا قيمة T نصف سوف نعود لنعوذها هنا بنصف وهنا بنصف وهنا نعوذ بنصف ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا فتصبح لنا X صفر تساوي لنا كم؟ بعدما نختزل 2 من هنا و 2 من هنا فماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا ناقص 1 لاحظوا نقطة نقطة تصبح لنا ناقص 1 زائد 3 يساوي كم؟ 2 وبعدها صفر يصبح يساوينا ناقص 1 على 2 باللون الأخضر مكتوبة نصف 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 زائد ماذا؟ زائد 1 لهي 2 على 2 تصبح لنا 1 على 2 و E زاد وزاد صفر إنه موجود بدون حساب لقيمة T التي وجدناها هي 1 على 2 فتصبح لنا X ما هي؟ لهي 2 عفوا قلت X هي 2 و نصف دقيقوا إذن و نصف وماذا؟ و نصف هذه هي ماذا؟ ما هي نقطة تقاطع ماذا نكتب؟ نكتب P تقاطع دالت هكذا تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا X التي إحداثها ما هي؟ يمكن أن نكتبها هكذا مباشرة لهي X ذات الإحداثية 2 و 1 على 2 و 1 على 2 فقط يا أبنائي هذه هي نقطة تقاطع المستوي و المستقيم دالت فقط نأتي بعدها أبنائي إلى أحسب المسافة ما بين D و دالت نحن لا نعلم أبنائي أنه يوجد قانون هو بعد نقطة عن مستقيم قضية هنا استنتاجية 100% لاحظوا سوف أريكم هنا في الشكل لأن الشكل سوف يوضح كل شيء أركزوا هنا أرجوكم إذا قلنا ها هو المستوي الذي اسمه P لاحظوا نقطة نقطة أبنائي إذن ها هو المستوي P و عندنا المستقيم دالت قلنا عمودي عليه هكذا عمودي يشكد زاوية قائمة هذا المستقيم إنه دالت يتقاطعان في نقطة قلنا ما هي؟ وجدناها نقطة تقاطع المستقيم والمستوي وجدناها هي أش و عندنا قلنا أن المستوي المستوي ما هو؟ المستوي عمودي على المستقيم و يشمل نقطة اسمها أ قال هو الآن نكتب هنا عنوان حساب المسافة ما بين أ و دالت ألا تلاحظون في الشكل إنها المسافة ما بين أ و أش نعم لأن ماذا؟ لأن بما أنه عمودي فالبعد هو أقل مسافة يعني هنا يوجد زاوية قائمة إذن ماذا يمكن أن نقول فقط؟ إذن ها هما الإحداثيات إذن نكتب هنا دي ما بين النقطة أ و دالت هي نفسها أ أش فقط يا أبناء حتى تتعلموا إلى هذا الأمر إذن فما مطالبون في أن نحسب آ عاش كطول انظروا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا هذا ناقص هذا إثنان ناقص واحد مربع كم؟ هو واحد زائد نصف ناقص صفر مربع هو ربع لأن نصبح لنا واحد على إثنان لكل مربع زائد هذا مع هذا لاحظوا اللي هو واحد على إثنان ناقص ناقص صفح لنا زائد إثنان نوحد هنا المقام لن ننسى التربيع هم وكلاهم وكلهم في التربيع صفح لنا هنا إثنان وهنا كم؟ أربعة لما نربعها كم تصبح هذه القيمة كم؟ هي خمسة على إثنان اللي هي كم؟ لي خمسة وعشرون على ماذا؟ على أربعة إذن صفح لنا هنا خمسة وعشرون على ماذا؟ على أربعة نوحد هنا المقام وهنا المقام هكذا كما أشير فماذا ينتج لنا يا أبنائي تصبح لنا 25 زائد 5 كم هي 30 30 إذن تصبح لنا A 10 تساوي لنا 30 على 4 تحت الجذر وهذه ماذا تساوي لنا أبنائي تساوي لنا المسافة ما بين النقطة A والمستقيم إذن قضية استنتاجية استنتجناها لما رسمنا الشكل لاحظنا ذلك فذهبت كل الصعوبات يا أبنائي فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي إلى استنتاج الوضع النسبي لسطح كرة ومستقيم لاحظوا نكتب هنا استنتاج الوضع النسبي لأس لوسطح الكرة والمستقيم دالتا سنأتي إلى الشكل ونلاحظ أي وضع هم هل متقاطعان هل يمسوها هل مجموعة خالية ها هي سطح الكرة عندنا قلنا ماذا نحن قلنا يوجد لنا مستوي ماذا يشمل المستوي قلنا يشمل ها هو إذا قلنا ذلك المستوي سوف أقوم برسمي هنا أمامكم حتى تلاحظوا ها هو المستوي انظروا جيدا إذا قلنا هذا المستوي بالتقريب هو المستوي قلنا أنه يوجد مستقيم يُعامد ماذا يُعامد لنا ها هو المستقيم دالتا الذي قلنا يُعامد المستوي لاحظوا هكذا أبنائي ركزوا أرجوكم إذا هذا هو الدالتا الذي أريكم إياه باللون الأزرق قلنا يتقاطعان مع المستوي في نقطة اسمها أش الآن لاحظوا جيدا كيف يمكن أن نقارب ذلك لو نلاحظ إلى آش كم وجدناها وجدنا أن آش تسوي المسافة ما بين آ ماذا ودالتا ووجدناها كم وجدناها جذر ثلاثون على أربعة إذن هذه المسافة من هنا إلى هنا انظروا وانظروا إلى المسافة ما بين أي نصف القطرة سطح الكرة كم إنه جذر ثلاثة عشر تذكروا هذا البعد من هنا إلى هنا وجدناه جذر ثلاثة عشر انظروا جذر ثلاثة عشر من هذا المكان إلى هذا المكان أما هذا من هنا إلى هنا ما هو التقاطع يا أبنائي هذه القيمة أصغر من جذر ثلاثة عشر أحسبوا بالآلة الحاسبة بس سوف تجدون لماذا لأن هذه تعطي لكم جذر كم تعطي لكم جذر سبعة فاصل خمسة أقل من جذر ثلاثة عشر يعني ماذا معنى ذلك البعد لهو ما بين ماذا ما بين النقطة أول مستقيم دالتا هي أقل من إذن ها هو إن يقطعها انظر يقطعها في نقطتين واحدة هنا والأخرى في هذا الموضع إذن ماذا يمكن أن نقول نقول دالتا يقطع أس في نقطتين متمايزتين يعني مختلفتين في الموضع ها هي واحدة وها هي الأخرى كما أشير باللون الأزرق إذا سميناها هذه مثلا سميناها سميناها أي نقطة كانت سميناها مثلا كا واحد وهذه كا اثنان فقط من هو الذي حدد لنا حدد لنا هذا البعد من هنا إلى هنا أصغر من هنا إلى هنا فتقاطعهم ماذا يعطي لنا يعطي لنا نقطتين لو كان وجدنا أن هذا النصف القطر وجدناه يسوينا ذلك البعد لقلنا إنه مماس يأتيها هنا أو يأتيها مثلا في هذا الموضع لو وجدنا البعد أكبر لقلنا مجموعة خالية فقط هكذا تدرسوا وضعية مستقيم وسطح كرة فقط يا أبنائي ناتي بعدها أبنائي إلى الجزء الخامس قال T عدد حقيقي وجي مرجح الجملة هذه ذات معاملة C واحد وB أسية T أولا هل هذا جي واحد لاحظوا جيدا أولا نكتب هنا إذا لاحظنا إلى مجموعة المعاملات واحد زائد أسية T هذا مهما كان هذه قيمة مجابة مهما كانت لأن الأسية معروفة أنها مجابة ومضيفة لها واحد إذن نقول مهما مهما ماذا مهما T ينتمي إلى R يعني إلى العداد الحقيقي لأنه قال عدد حقيقي فإن G موجود مهما كان لو كانت مثلا هنا أعطيت لنا T متى يكون هذا الجي موجود إذا قلنا واحد زائد T لا يساوي السفر معناها لما T لا يساوي ناقص واحد فيصبح الجي موجود لما أخذ الواحد الناقص واحد يصبح الجي غير موجود لكن هنا هذه العبارة مهما كانت فإنها قيمة مجابة فإن هذا الجي موجود لكن يتغير حسب تغيرات T فقط الآن هذا الأمر قد اتخذنا منه القالل قال السؤال الأول بيّن أن إذن نكتب هنا البرهان أن العلاقة التي أعطيت لنا ها هي أبناء نقطة نقطة كي نبرهنها لاحظوا نقول بما أن ماذا G مرجح الجملة التي أعطيت لنا لهي السي عفوا لهي السي مع واحد والبي عفوا إذن والبي مع السي تأتي حيث هذا الجي موجود فإنها ماذا تقول قاعدة نحن نعلم إذا كانت جملة لها لاحظوا إذا قلنا مثلا جي مرجح الجملة ماذا آ هكذا حتى تتفهم الحل العام آ مع آ وبي مع بيط فتقول القاعدة هكذا آ جي آ زائد بيط جي بي يساوي الشعال معدوم مع آلفة زائد بيط أكيد لا يساوي السفر هذا هو الأمر الموجود هنا من هي الآلفة ومن هي البيطة ها هي الآلفة وها هي البيطة فقط لكن نعود إلى التسمية العصلية هنا للنص التمرين فماذا نحكم نحكم أنه ماذا أنه واحد في جي سي زائد البيطة كم بسية تي في ماذا في جي بي يساوي الشعاع المعدوم ليس الصفر قلت الشعاع المعدوم لأنه صفر شي والشعاع المعدوم شي بما أن هنا الواحد يمكن أن نحذف هكذا ما رأيكم أبنائي ولو ندخل هنا البي بعلقة شار فماذا ينتج ينتج لنا هذا المرة ينتج لأنه تصبح لنا جي بي زائد ماذا زائد بي سي أدخلته هنا يقول أحدكم لماذا لا تدخله هنا لأنه يشبح لنا بي بي وبي بي هو الشعاع المعدوم تصبح لنا زائد ماذا زائد السية تي في جي بي يساوي الشعاع المعدوم ما رأيكم أبنائي لو نأتي إلى هذا وهذا ونستخرج جي بي كعمل مشترك هذا عنده كم؟ عنده واحد وهذا الشعاع أنقله إلى الطرف الآخر فتصبح لنا ماذا تصبح لنا واحد زائد السية تي مضروبة في ماذا مضروبة في جي بي شعاعيا شعاعيا يساوي أن ننقل هذا إلى الطرف الآخر ونتركه بناقسي نتصبح لنا ناقس بي سي لا تلمس شي بما أن هنا في فتقول القاعدة هذا إذا انتقل ينتقل إلى المقام فتصبح لنا جي بي يساوي لنا كم؟ يساوي لنا ناقس واحد على واحد زائد السية تي في بي سي هل توصلنا؟ هنا البي سي نعم هذه لكن هنا انظروا إلى ترتيب بي جي وهنا جي بي تقول القاعدة إذا غيرنا الترتيب أحرف الشعاع نغير الإشارة فاصبح لنا ناقس بي جي يساوي لنا ناقس واحد على واحد زائد السية تي في بي سي بما أن هنا ناقس وهنا ناقس فليذهب ماذا تحصلنا؟ هل تحصلنا على مطلوبنا يا أبني؟ نعم لقد تحقق المراد انظروا وتابعوهنا بأم عينكم هل توصلنا؟ نعم إذن بي جي يساوي لنا واحد على واحد زائد السية تي في بي سي إذن هنا نقول ومنه ذلك هو المطلوب فقط يا أبني مع هذه القيمة مهما كانت فهي قيمة موجابة يعني لا يوجد قيمة منوعة لهذا قلت جي موجود مهما كان أما لو كانت مكتوبة مثلا هنا في مكان هنا تي فلو نعطي لنا تي ناقس واحد تصبح لنا واحد على صفر وهذا غير موجود حتى تفهموا جيدا نأتي بعدها إلى فرع الدوال قال شكل جدول تغيرات الدلة أف معرفة على أر بحيث عبارة الدلة أف لتي تي سيونة واحد على واحد زائد السية تي المتغير هو تي هنا بما أن قال شكل جدول تغيرات قبل أن شكل جدول تغيرات ننطلق أول شيء في النهايات لأنها معرفة على أر إذن ننطلق هكذا النهايات نقول لمت أف لتي وهي واحد على واحد زائد السية تي لما تي يقول إلى الناقس مالا لأنها قال معرفة على أر يعني دي أف تسوينا من ناقس مالا نهاية إلى غاية زائد مالا نهاية يعني مجال مفتوح نحن نعلم أبنائي أن نهاية شاهرة وأن لنت أصيد الت Tul這 لما تي يقول إلى الناقس مالا لнет تع rests معنى هادي بدflowing سفر معنى هادي كما تصبح تصبح لنا سفر إذن بعدها DD 1 ,F أدعو ث misconceptions مالا نهاية نحن نعلم أن نهاية شهيرة لميت أسية تي إذا كانت تي أول إلى زائد مالا نهاية معناها تخيلوا هذه كم زائد مالا نهاية واحد على زائد مالا كم واحد على زائد مالا نهاية يسوي لنا صفر فقط أمرها جد جد بسيط أو يمكن أن تستخرجوا الأسية كعام مشارك وتكملوا لكن الأمر جد بسيط إذن بما أن هنا مالا نهاية تصبح لنا واحد على مالا نهاية واحد على مالا نهاية تصبح لنا صفر إذن النهاية قد حسبت نأتي مباشرة إلى المشتقى المشتقى تصبح لنا F فتحة لT يساوي هذه دلة كيف هي كسرية مشتق البسطي إذن مشتق البسطي هو الصفر في المقامي ناقص مشتق المقام مشتق الواحد هو الصفر ومشتق الأسية هو الأسية في ماذا في البسطي على المقام مربع فهذا يذهب كليا إلى صفر لأنه ضرب في صفر ه هو أمامكم فتصبح لنا F فتحة لT يساوي ناقص أسية T على واحد زائد أسية T الكل مربع لم أفعل شيء لأن هذا ذهب كليا قد حدفناه والواحد هنا مضروف في الأسية تبقى لنا الأسية لاحظوا جيدا المقام له هو واحد زائد أسية T الكل مربع قيمة موجبة مهما كان وناقص أسية T قيمة سالبة مهما كان لأن هذا كيف هو موجب ضربناه في ناقص فصبحنا هذه القيمة كليا أصغر من الصفر ماذا يمكن أن نحكم على الدان؟ نقول ومنه فكيف هي متناقصة تماما على ماذا؟ على R كليا قيمها متناقصة لم أقوم قيمها سالبة إنما متناقصة بعدها أبنائي سوف نأتي إلى شيء اسمه جدول تغيرات وهو العمل النهائي إذن جدول تغيرات أدال F على مجال تعريفها اللي هو R لاحظوا سوف نرسم نقوم برسم جدول هكذا تابعوا أبنائي نتعلم نقطة النقطة ولا نتعجل لاحظوا إذن هكذا وهكذا ونقوم الآن بعملية المل فقط لاحظوا إذن ركزوا هنا أرجوكم تصبح لنا من هنا T ليس الـ X لأننا نحن نتعمل مع T ومن ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية وF فتها لT قلنا كيف هي الدالة الدالة متناقصة تماما يعني نضع هنا ناقص ثم نأتي إلى مجال الصور وهو F لT F لT قلنا بما أنها متناقصة معناها هكذا أبنائي فقط الآن نحسب أن نضع النهاية التي حسيبت كم وجدنا وجدنا عند النقص من هنا واحد وعند الزائد من هنا كم وجدنا صفر الكلام يقبله العقل أنه من الواحد تنزل إلى الصفر لو وجدنا العكس صفر وننزل إلى واحد هنا يوجد خطأ في إما النهايات إما المشتقى معكوسة هكذا حتى تفهموا هذه الأمور جيدا فقط يا أبنائي نتيق بعدها أبنائي إلى السؤال الأخير قال استنتج مجموعة النقط ج عندما يتغير تفي أر لاحظوا جيدا إذن نكتب هنا استنتاج مجموعة النقط ج لما ماذا لما يعني ت يمسح ماذا يمسح أر يعني جميع الأعداد الحقيقية نحن نعلم أن معناه يصبح لنا T ينتمي إلى من ناقص مال النهاية أكيد إلى غير زائد من هذه معناه ينتمي إلى R هذا الشرط الأول لاحظوا ماذا نملك أبنائي أنه لدينا أمر آخر أن عندنا هذا الأمر قد تمت برهانته ها هو أمامكم لهو BG قلنا يساوينا 1 على 1 زائد أسية T في B C أي ماذا لو نلاحظ جيدا إلى هذه القيمة أليست هي F ل T نعم معناه أصبحت هكذا B G يساوينا F لمن ل T في B C لم أفعل شيء إنما درسنا هذه الدلة هي نفسها هي F ل T لكن ماذا قلنا كذلك أبنائي لاحظوا نقطة فقلنا إن ها هو جدول تغيرات هذه الدلة معنى مهما تغير T من ناقص مال نهاية إلى غاية زائد مال نهاية تصبح تصبح محصورة ما بين قيمتين وهي ما بين الصفر والواحد مهما كانت ها هي قيمها أين تنتمي تنتمي لنا من صفر إلى واحد فقط فتصبح لنا B G يساوينا لوند في ماذا في B C حيث F ل T هي نسميها لوند أركز هنا أرجوكم نقطة مهما تغير هذا T من ناقص مال نهاية إلى غاية زائد مال نهاية فإن هذا اللوند محصور ما بين الواحد والصفر مهما كانت لاحظوا هنا جيدا أبنائي نقطة نقطة معناه بما أن هذا اللوند محصور ما بين الصفر والواحد مهما كان فتقول القاعدة تخيلوا أولا أبنائي لو نعطيكم مثل ممبسيط تخيلوا لو T أخذ القيمة الوسطى من ناقص ما يوجد لنا صفر عوض هنا بصفر كما أشير سوف أقوم بالتكبير أفضل لاحظ عوض هنا بشيء اسمه صفر فتصبح لنا تساوي 1 على الصفر هي 1 هذه تصبح لنا 1 زائد 1 2 معناه تصبح لنا ما هكذا بي جي يساوي 1 على 2 من بي سي أولا لو نلاحظ إلى ما هي النقطة التي أشتركت هنا هي البي أولا نقول مهما كان تي ينتمي إلى R من ناقص ما يائزة فإن النقط ما هي البي والسي وماذا والج في استقامية مهما كانت لأن الأشعة تصبح مرتبطة خطيا انظروا جيدا هذا اللون هذا اللون موجود مهما كان فإن الأشعة مرتبطة خطيا أي النقط في استقامية لاحظوا هنا لو نأتيكم الآن ها هو الرسم انظروا بأم يعنيكم سوف نلاحظ ما هي مجموعة النقط إذا قلنا ها هي القطعة تخيلوا الآن أبنائي وتابعوا معي نقطة حتى تلاحظوا بأم أعينكم ما هي هذه مجموعة نقط وحكموا بأنفسكم تخيلوا لو كان T يؤول إلى ناقص مال نهاية تصبح F لت كم وجدناها لما حسبنا لميت F لت لما T يؤول إلى ناقص مال نهاية وجدناها واحد ها هي أمامكم وتبقوا نقطة نقطة ولما حسبنا كذلك النهاية عند الزائد مال نهاية ها هي كم ها هي أمامكم إنها صفر ركزوا هنا إذن لما قلنا لميت F لت لما T آل إلى زائد مال نهاية وجدنا كم صفر هنا لا يمكن أن نقول T يساوي كم T يساوي الزائد مال ناقص ما لا يمكن نقول T يؤول لو كان عند رقم نمكن أن نقول T يساوي مثلا مثل ما قلنا T يساوي الصفر أصبحت F ل T كم تساوي عناة F ل صفر وجدنا ها نصف لكن هذا T بما أن هنا عند المال نقول يؤول فقط معناه لاحظوا لو تكون ها هي النقطة G تخيل لو تكون T يساوي الصفر تقع في المنتصف تصبح لكم هذه الكتابة لاحظوا تصبح لنا الكتابة التي تعصنا أن B G يساوي نصف من ماذا B B C انظروا ها هو لاحظوا نقطة نقطة إذا قلنا ها هو ال B C قال هو G تقع في المنتصف ها هو المنتصف أمامكم انظروا ها هو المنتصف تخيلوا الآن لو T يقول إلى ناقص ما لنهاية تصبح لنا كم لما T يقول إلى ناقص ما لنها J عفوا إذا تصبح لنا B J يساوي كم لاحظوا لما قال إلى ناقص ما لنها كم وجدنا واحد معنى هذا لوندا كم يصبح يصبح لنا واحد تصبح لنا تصبح بي سي شوائيا يقول أحدكم لم أفهم لاحظوا إذا قلنا بي جي يساوينا آفلي تي في بي سي كما أشير هنا باللون الأسود لما تي أخذ آلة إلى الزائد ملاني إلى النقص ملاني لا يمكن أن نقول يساوي لأنه قيمة عظمة كثيرا إذن كم أصبحت هذه اللوندة هذه اللوندة ها هي قيمتها كم أصبحت واحد معنى أصبحت بي جي يساوي بي سي يعني بي جي يساوينا بي سي معناه تصبح لنا في هذا الموضع هنا فإن الشعاع بي جي يساوينا بي سي الآن هذه في منطقة معينة الآن تخيلوا إذا كان تي يقول إلى الزائد ملانيهاية معناه تصبح لنا بي جي يساوينا لوندة كم يصبح ها هو لوندة اللي هي النهاية وجدناها كم يصبح يساوينا صفر في بي سي يصبح معناه بي جي يساوينا الشعاع المعدوم بما أنه يساوينا الشعاع المعدوم معناه تصبح لنا هذه النقطة جي في هذا الموضع فتصبح ماذا فتصبح بي تنطبق على ماذا جي جي تنطبق على بي وهنا ماذا وهنا جي تنطبق على ماذا تنطبق على سي إذا ما هو المسار الذي يمكنه مهما تغير التي فإنها تتغير من هذا الموضع إلى هذا الموضع فقط هل يمكن أن تخرج من هنا لا لأن كل قيم الدالة التي درست من ناقص ما بقيت من صفر إلى واحد فقط بما أن لاحظوا هنا سوف نكتب كجمل لاحظوا نقطة نقطة أبني أريد أن أشرح هذا الشرح مفصل حتى لا يبقى في ذهن الطالب شاردة من الشوارد إذن نقول إذا كانت ينتمي من ناقص مال نهاية إلى زائد مال نهاية فإن هذا الجي يصبح ينتمي من القطعة بي جي عفوا قطعة مفتوحة بي سي هكذا بي سي معناه يصبح من هنا إلى هنا يتحرك من هذا المكان إلى هذا المكان فقط إذن ما هي مجموعة نقطة؟ إذن نقول مجموعة النقطة هي القطعة المستقيمة مفتوحة مفتوحة ماذا؟ الطرفين يقول أحدكم يا أستاذ لماذا قمت بفتح الطرفين؟ لأن لما تي أخذ المال نهاية كم أصبحت القيم؟ أصبحت مرة صفر ومرة واحد هل يمكن أن نحكم هكذا؟ لأن لو حكمنا هكذا لو جاز هنا الكتابة هكذا لا جاز هنا الكتابة هكذا يعني لو غلقنا عند المجال لغلقنا عند البي والسي إذن فتصبح مجموعة النقطة هي القطعة المستقيمة مفتوحة الطرفين ماذا أبنائي؟ مفتوحة الطرفين لأن تي لما يعطينا شيء تعطينا الأخرى شيء فالت هل يمكن أن نقول يسوينا هنا ناقص مغلوق؟ إذن لو كان هكذا لقمنا بغلقها هكذا حتى تفهموا جيدا لأن قيم هذه الأفليتي مهما كانت فإن أفليتي نقول محصورة ما بين الواحد ومحصورة ما بين الصفر لا يمكن أن نقول هكذا أقل أو يسوي لماذا؟ لأنه مستقيم مقارب لو نفسر تفسيراتها البيانة يقول إنه مستقيم مقارب والمستقيم مقارب يقترب إلى المنحنة لكي يتقطعان في مال نهاية إذن مجموعة النقطة هي القطعة المستقيمة المفتوحة الطرفين وهي بي سي فقط يا أبنائي هذه هي مجموعة النقطة لما يكون تي يمسه ناقص مال نهاية إلى غاية الزائد مال نهاية وأتمنى قد يعني فهمتم جيدا لأن فيه الكثير يقول يا أستاذ لماذا لم تقوم بغلق القطعة المستقيمة لم أقل بغلق القطعة المستقيمة لأن F لT محصورة ما بين الصفر وواحد فنكتب هكذا F لT محصورة ما بين الواحد والصفر لا يمكن أن نقول هكذا أقل أو يسوي لماذا؟ لأن هذا يمثل مستقيم مقارب إجراج يسوي لنا واحد وهذا إجراج يسوي لنا صفر فهي مستقيمات مقاربة أين يتقطع ما في المال نهاية؟ بما أن قلنا T ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية فنقول J هذا يصبح يقطع من B إلى C أو من C إلى B هذه هي قطعة المفتوحة فتح المجال هنا يفتح المجال هنا فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والطرح على روح أمي الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك التي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر